اشتركوا في القناة وعمل نفسه مش شايف حاجة كالعادة بس مش هدين مشكلة احنا كده كده مش مستنين منهم حاجة المجتمع الدولي ولا عمره بيحل ولا بيربط في اي حاجة تخص المسلمين او العرب والحمد لله المأساة اللي حصلت احيط القضية الفلسطينية في قلوب الشباب العربي والمسلم من جديد وده مكسب كبير ومهم جدا بس الحقيقة ما زال فيه شوية لغواشة على السوشيال ميديا بخصوص القضية الفلسطينية بسبب اراء متبنيها الغرب وحتى ناس عرب زينا ده غير طبعا اصحاب المصالح اللي بيدلسوا الحقيق وبيزيتوا في الزيطة وعلشان كده هتقابل ناس بتقولك انتو ليز علنين ان الكيان بيدرب اهلنا في غزة مش هما اللي ضربوهم الاول وجروا شكلهم ما كل واحد كان في ده القاعد في مكانه خلاص او هتلاقي تساؤلات زي اشمعنا فلسطين بالتحديد وايه يعني اللي وصل الاوضاع هناك لكده او حتى تساؤلات من نوعية مين صاحب الارض وبسبب التساؤلات دي قررنا ان احنا نعمل الفيديو ده فيديو بنعمله بشكل اساسي علشان نوعي الاجيال الصغيرة ونعرفهم ايه هي فلسطين ويقصتها من البداية ومين صاحب الحق ومين المعتدي الكذاب والفيديو برضو للاجيالات الكبيرة اللي عصرت القضية زمان ومروا معاها بكتير من الاحداث على مدار عمرهم علشان نفكرهم باخوانهم في فلسطين ونقولهم اوعوا تنسوا اهلك اللي هناك واعرفوا ولادكو بيهم وبقضيتهم اللي هي اصلا قضيتنا كلنا اهلا بيكو في حلقة استثنائية وخاصة جدا انا عمر عبدين والنهاردة هنحكي حكاية فلسطين من الاول خالص خليكم معنا بالرغم من ان الصراع بيحصل حاليا على اراضي فلسطين الحبيبة الا ان جزور الصراع ده والاسباب اللي قدت لحدوثه بدأت في رؤعة مختلفة خالص من الارض وتحديدا في اوروبا في فترة العصور الوسطى في اوروبا وهي الديانة المسيحية الكاسوليكية هي السائدة بين الناس كان موجود في وسط المجتمعات دي شوية ناس معروفين باسم اليهود اقلية منتشرة في اماكن متفرقة من اوروبا بس الاوروبيين بقى وقتها ما كانوش بيحبوه والسبب في كده ان معظم يهود اوروبا طبعهم كان بيغلب عليها الجاشع والبخل والحقت انهم مخدعين وكدبين وما لهمش امان لدرجة ان حتى الجرايد والمجلات في اوروبا زمان كانت دايما بتصور اليهودي في الكاريكاتير على انه شخص جاشع منخيره كبيرة وشكله وحش ولبسه مقطع ده غير كمان ان اليهود متكبرين وبيروجه دايما لفكرة احنا العرق السامي احنا النسل النقي احنا شعب الله المختار والكلام ده ما كانش عجب الاوروبيين وخصوصا ان في الفترة دي كان المواطن الاوروبي متدين عن النهار ده واليهود بالنسبة للمسيحيين هم اللي تسببوا في قتل المسيح ده غير ان اليهود كان اكل عيشهم انهم يتجري بالفلوس يسلفوا الاوروبيين ويدهم قرود ويرجعوا ياخدوها بفوايد كبيرة يعني اساتزة في الربا والاوروبيين وقتها كانوا بيؤمنوا بحرمة الربا وعلشان كده ما كانوش بيحبوا اليهود في الاموم ده غير كمان ان الاوروبيين كان عندهم تخوف ان اليهود الاقلية دول مع الوقت يتوسعوا ويبلعوا اوروبا كلها بسبب الفلوس الكتير اللي معاهم اللي بيكسبوها من الربع يعني تقدر تقول كده دمهم كانت قيل على الأوروبيين والأوروبيين كانوا بيشوفهم طفيل عايزين يتخلصوا منه بأي شكل من الأشكال وعلشان كده لو بصت في التاريخ هتلاقي أن اليهود اضطردوا طرد قصري من أوروبا أكتر من مرة اضطردوا من إنجلترا سنة 1290 ميلادية واضطردوا من ألمانيا في خمسينيات القارن الثلاثتاشر واضطردوا من فرنسا في بدايات القارن الاربعتاشر واضطردوا من أسبانيا سنة 1492 ومن البرتغال 1496 ومن إيطاليا 1569 ومن المفارقات العجيبة بقى إن في الوقت اللي أوروبا كانت بتطرد فيه اليهود البلدان العربية استضافتهم وسمحت لهم يمرسوا حياتهم بشكل طبيعي لكن طبعا مش كل اليهود المضطهدين هجروا على البلدان العربية مجموعة كبيرة منهم راحوا على بولندا وروسيا بس الإمبراطورية الروسية وقتها برضو ما كانتش طيقه وخصوصا إن اليهود راحوا هناك بعدات كبيرة وحصل منهم أعمال شغب وفوضى وده خل الإمبراطور الروسي سنة 1882 يصدر قوانين صارمة ضدهم ويجبرهم إنهم يعودوا في منطقة معينة ما يخرجوش منها أبدا وعلشان كده جزء منهم هاجر بعدها على الولايات المتحدة الأمريكية أكتر من مليون يهودي هاجروا أمريكا في بدايات القرن العشرين لكن مجموعة صغيرة منهم رجعت أوروبا مرة تانية ومن ضمن الدول اللي رجعوها كانت ألمانيا لكن مع اشتعل الحرب العالمية الأولى وخصارة ألمانيا للحرب حصلت اضطرابات اقتصادية وسياسية كبيرة والألمان كانوا شايفين إن وجود اليهود في البلد كان عامل كبير في الهزيمة وده اللي أدى لظهور أحزاب كتير معادية لليهود جوه ألمانيا نفسها ومش بس ألمانيا فرنسا برضو ظهر فيها مجموعة معادية لليهود اسمهم الرجال المقنعين والمجر ظهر عندهم مجموعة آروكروس وانجلترا ظهر فيها حزب الاتحاد البريطاني للفاشيين وأمريكا ظهر فيها حزب الرابطة الألمانية الأمريكية والفيلق الفدي الأمريكي كلها أحزاب كانت مجتمعة على كره اليهود وعايزين يمشوهم من بلدهم بأي شكل من الأشكال وخدوا بالكو احنا هنا مش بنتكلم عن الماضي الصحيق ده الكلام ده لحد سنة 1940 من قريب يعني يعني أوروبا اللي عملت طبطب على اليهود وادعمهم بكل الطرق الممكنة النهاردة لو رجعنا بالتاريخ لورا شوية صغيرين هنلاقيهم أصلا بيحتقروهم المهم المعاملة الحقيرة للأوروبيين كانوا بيعملوا بيها اليهود دي خلت اليهود يدركوا أنهم مش هينفع يندمجوا مع المجتمعات الأوروبية وعلشان كده الحل أنهم ياخدوا بعضهم ويروحوا يعيشوا في مكان لوحدهم فيما عرف بعد كده باسم الحركة الصهيونية والفكر الصهيوني ده ظهر من بداية القرن التسعتاشر على إيد اليهودي ثيودر هيرتزل هيرتزل كان صحفي يهودي عايش في الإمبراطورية النمساوية المجارية وهو صاحب كتاب الدولة اليهودية اللي تم نشره في فبراير عام 1896 وفيه دعا اليهود أنهم يتجمعوا مع بعض ويشوفوا وطن يعيشوا فيه ومن ماله الشخصي أس الصحيفة الصهيونية كان مقر نشرها في إن عاصمة النمسا حاليا وعمل مؤتمر صهيوني في مدينة بازل السويسرية في أغسطس 1897 وبعدها بدأ يعمل مبادرات كتير علشان يحشد أكبر عدد من اليهود ويقنعهم بفكرة إنشاء وطن قومي جديد والمؤتمرات دي كانت اللابنة الأولى في ظهور أفكار واتفاقات سرية الوسائق بتاعتها تسربت بعد كده فيما عرف باسم بروتوكولات حكماء صهيوني واللي شاع عنها إنها خطة من الصهينا بيسعوا عن طريقها لغزو العالم والسيطرة عليه لكن اللي كان معلن عنه في المؤتمر إنهم يلاقوا وطن يعيشوا فيه زي ما وضحنا لكن طبعا دول يطلع منهم أي حاجة الدافع اللي كان بيحرك الصهينا في الوقت ده للبحث عن وطن جديد كان دافع سياسي في المقام الأول لكن بعدها رشوا عليه شوي الدين علشان خاطر يحلوه في عين باقي اليهود هردسل نفسه في كتابه بيقول بالنص المسألة اليهودية لم تكن مسألة اجتماعية أو دينية بل هي مسألة وطنية لا يمكن حلها إلا بجعلها مسألة عالمية تناقشها وتسويها الأمم المتحدرة واللي كتير من الناس ما يعرفهوش إن الحركة الصهيونية اقترحت أكتر من مكان علشان يستوطنوه غير فلسطين هردسل في بداية المشروع الصهيوني بتاعه قبل واحد من أغنى اليهود وقتها وهو البرون موريس تهرش وموريس عرض عليه فكرة إنه تم توطين اليهود في الأرجنتين وأجزاء من الأمريكتين وهردسل فعلا في كتابه رشح الأرجنتين كوطن مقترح وفي الفترة ما بين نهاية القرن التسعتاشر وأوائل القرن العشرين كان فيه أكتر من تلاتين مكان مقترح إنهم يهاجروا ليه وسنة 1903 ميلادية في المؤتمر الصهيوني السادس اقترحوا إنهم يستوطنوا أغندا في معارف بعد كده بخطة استيطان أغندا وده كان بالتنسيق مع وزير المستعمرات البريطانية وقتها جوزيف تشامبرلين وموضوع أغندا ده فضل تلات سنين شغال وبعتوا مناديب يهود هناك علشان يعينوا المنطقة لكن الموضوع ماكملش وبعدها عملوا محاولة تانية مع تشامبرلين وخلوه يتوسط لهم عند الحكومة المصرية بإنها تسمح لليهود يهاجروا لمنطقة العريش ويستوطنوها لكن قنصوا المصر وقتها اللورد كرومر رفض الموضوع وقال لهم شوفوا لكوا حتة تانية وسنة 1903 طلع هرتسل على روسيا وزار مدينة سانت بوترزبرج وبدأ يناقش مقترحات لتحسين الوضع اليهودي في روسيا وبدأت تظهر مقترحات لإنشاء جمهورية سوفيتية يهودية وساعتها رشحوا شبه جزيرة القرن لكن روسيا تراجعت عن القرار ده وتم اقتراح منطقة تانية في أقصى جنوب شرق روسيا اتسمت بمنطقة الحكم الذاتي اليهودية وسنة 1928 يعني مش من بعيد ولا حاجة أصدروا مرسوم بإنشاءها بالفعل لكن اليهود المردي هم اللي خافوا يروحوا هناك لأنهم كانوا بيقلقوا من ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي وقتها وبالمناسبة المنطقة دي مازالت في روسيا ومازال اسمها على الخريطة الحد النهاردة منطقة الحكم الذاتي اليهودية أو الأوبلاست اليهودية الذاتية بالإضافة بقى لكل المحاولات اللي فاتت دي هرتسل حاول أنه يقابل السلطان عبدالحميد الثاني واللي كان سلطان الدولة العثمانية وقتها وطلب منه أنه اليهود يعودوا في فلسطين ولو حتى في مدينة واحدة من مدن فلسطين مقابل أن اليهود يساعدوا الدولة العثمانية في سد الديون بتاعتها لكن السلطان عبدالحميد الثاني رفض العرض وقتها وعلشان كده هرتسل واخد نفسه وطالع على بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا بيوس العاشر سنة 1903 وقال له عايزك تدعم فكرة قيام دولة لليهود لكن رد بابا الكنيسة كان في مرسوم قال فيه طالما اليهود لا يؤمنوا بالمسيح فالكنيسة الكاثوليكية لن تصدر أي قرار لصالحهم تقدر تقول كده ما كانش في حد في العالم كله بيطيقهم طب دلوقتي بعد المحاولات اللي الصهينة عملوها دي كلها علشان يلاقوا أرض اشمعنا الموضوع ريسي في الآخر على فلسطين ليه حطوا فلسطين في دمخهم بالشكل ده الإجابة على السؤال ده بتكمن في سببين السبب الأول أن فلسطين كانت أول فرصة تتفتح قدامهم مقارنة بباقي الفرص التانية ده غير أن الدول الأوروبية مجتمعة كان من مصلحتهم أنهم يتخلصوا من اليهود اللي عندهم ويرموهم في أي حد إحنا وضحنا أن الأوروبيين ما كانوش طائقين اليهود وعايزينهم يمشوا من عندهم بأي شكل من الأشكال لدرجة أن الأوروبيين نفسهم هم اللي كانوا بيساعدوا الصهينة يشوفوا مكان يعودوا فيه مش علشان سواد عيونهم ولا حاجة لكن كانوا عايزين يخلصوا من البلوة اللي عندهم وفي الوقت للحكومة البريطانية والفرنسية والروسية كانوا حيرانين ومش عارفين يودوا اليهود فين حصل حدث هيغير مجرى التاريخ في يوديو سنة 1914 ميلادية اندلعت الحرب العالمية الأولى ما بين دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا والإمبراطورية الروسية ودول المركز الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية العثمانية ولما الحرب قرابت تنتهي كان واضح جدا أن الدورة العثمانية خلاص بتتفكك ووقتها طقت في دماغ البريطانيين فكرة في غاية الخبس قالوا هي مش الدورة العثمانية كده كده هتتفكك وإحنا هيبقى لينا عليها سلطان طب ما ندي فلسطين لليهود ونستفد حاكتين أولا نخلص من أعرفهم ونبعدهم عننا ثانيا يبقى لينا حليف استراتيجي في المنطقة هناك وعلشان كده بريطانيا في 2 نوفمبر سنة 1917 ميلادية وقبل انتهاء الحرب العالمية الأولى كلفت وزير الخارجية البريطاني أرثر بيلفور أنه يبعت رسالة للورد ليونيل ديروسشايلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في لندن ويبلغوا فيها أن الحكومة البريطانية هتنظر لليهود بعين العطف وأعلنت دعمها لإنشاء وطن قوم ليهم في فلسطين والرسالة دي اتعرفت بعد كده باسم وعد بيلفور السبب التاني بقى اللي خلاهم يختاروا فلسطين هو أن فلسطين مكان مقدس بالنسبة له تبقى لمعتقداتهم سليمان عليه السلام بنى هناك معبد أو هيكل لكن الهيكل ده اتدمر بعد كده مع مرور الزمن والطورة عندهم تبقى للدعاقتهم برضو بتقول أن ربنا سبحانه وتعالى ورس الأرض دي بالذات لنسل سيدنا إبراهيم عليه السلام وهم بقى شايفين أنهم ورست سيدنا إبراهيم وأي حد تاني كخة رغم أن المسلمين برضو من نسل إبراهيم عليه السلام والمسيحيين برضو من نسل إبراهيم عليه السلام وبيعتقدوا كمان إن فلسطين هي أرض المعاد اللي هيرجعوا لها في نهاية الزمان والإدعاءات دي بالمناسبة إدعاءات مغلوطة وفي حلقة هتنزل قريب بعنوان الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية هنفصل فيها كل الكلام ده اللي هي منها دلوقتي إن الإدعاءات الدينية دي هتخلي اليهود من كل أنحاء العالم يلتفوا حولين الحركة الصهيونية ويتحمسوا لإنهم يهجروا لأرض فلسطين ده غير إن لما أي دولة تعترض على هجرتهم لفلسطين هيتحججوا ويقولوا ده غصب عننا دينا هو اللي بقولنا لازم نروح هناك الأرض دي ونعمرها وإنها أرضنا وأرض أجدادنا وأرض المعاد والكلام التعبان بتاعهم ده إن موضوع كان مجرد سطارة دينية يستخبوا وراها ولولا تفكك الدولة العثمانية ما كانش الأشكال دي هتدخل فلسطين أبدا ولا حتى هيشوفوا منها طراباية وأكبر دليل بقى على إن موضوع الدين والعقيدة التوراتية كانت سببه بمفتعلة إن هيرتسل نفسه والشلة الصهيونية اللي كانت معاه معظمهم أصلا كانوا علمانيين مش متدينين ولا حاجة والأهم من كده إنك لو بحثت عن نسبة الملحدين في إسرائيل النهاردة هتلاقي نسبتهم تتعدى لخمسة وستين في المية تلتين الناس اللي قاعدة هناك ملحدين لا يؤمنوا بوجود إله أساسا تدين إيه بقى وتعليم دينية إيه؟ بعد وعد بلفور بدأ اليهود يتسرسبوا ورا بعد واحد ورا الثاني ويروحوا على فلسطين في البداية الشعب الفلسطيني ما كانش فاهم إيه اللي بيحصل ما كانوش فاهمين ليه اليهود عاملين ييجوا فلسطين بالشكل المكثف ده وخدوا بالكوا وعد بلفور في المرحلة دي ما كانش لسه تفضح والناس عرفته وعلشان كده أهل فلسطين كانوا معتقدين إن اليهود اللي جايين دول مهاجرين غلابة جايين يكلوا عيش أو يهربوا من القمع وعلشان كده الفلسطينيين فتحوا لهم بيوتهم واستضفوهم وأكلوهم وشربوهم لكن للأسف طلعوا في الآخر خوانة جايين يسرقوا الأرض ومن المفارقات العجيبة إن الصهينة اللي كانوا جايين يسرقوا أرض فلسطين وينسبوها لنفسهم لما دخلوا فلسطين أصلاً كانوا دخلين بجواز سفر فلسطيني باسبورد دولة فلسطين وجولدا مائير رئيسة وزراء الصهينة سابقاً صرحت في لقاء تلفزيوني قبل كده إنها في الفترة ما بين 1921 و1948 كان معاها جواز سفر فلسطيني وكان مكتوب عليه مواطنة فلسطينية قمة البجاح لحد بقى ما تفضح وعد بلفور وهنا الفلسطينيين يتصدى مصادمة عمرها يا جماعة احنا مش فاهمين أنتوا مين اللي ادكوا الحق كبريطانيين أصلاً إنكم تجيبوا ناس في أرضنا وياريتهم جايين ديوف ده أنتوا عايزين تخرجونا من أرضنا وبيوتنا وتعودوا مكاننا ده في أنهي دين دا ولا في أنهي عرف لكن طبعاً لا حياة لمن تنادي وخصوصاً إن بريطانيا وقتها كانت فرضة لانتداب على فلسطين وكانوا نشرين جنودهم داخل الأراضي الفلسطينية ولما الشعب الفلسطيني لقى أنه بيتم تجاهل المطالب بتاعته بدأوا يشتبكوا مع الجنود الإنجليز مباشرة ومن سنة 1920 لحد 1939 حصلت مجموعة كبيرة من الانتفاضات والثورات زي ثورة البراق والثورة الفلسطينية الكبرى وفي الفترة دي اتقتل أكتر من خمس تلاف شهيد إن شاء الله وحوالي 14 ألف جريح و10% تقريباً من الزكور الفلسطينيين اللي أعمرهم بين 20 ل60 سنة إما اتقتلوا أو اتسجنوا أو تم نافيهم وفضل الوضع على كده لحد سنة 1939 يعني بعد وعد بلفورب 22 سنة كاملين وقامت بريطانيا رايحة للفلسطينيين وقال لهم حققوا علينا إحنا نسينا ناخد رأيكو في موضوع اليهود ده سامحونا بقى إحنا بنعتذر ودي مش كوميديا سوداء ولا حاجة ده اللي حصل بالفعل ورحت بريطانيا بعدها مسلمة القضية للأمم المتحدة وخرجت من فلسطين والأمم المتحدة سنة 1947 أصدرت قرار بتأسيم فلسطين لدولتين دولة عربية ودولة يهودية والقدس وبيت لحم يبقوا تحت الوصاية الدولية وطبعاً الصهينة وقتها وفقوا عن موضوع فوراً لكن العرب رفضوا الموضوع يجد عن تأسيم إيه الأرض بتاعتنا خدوا بالكوا الفلسطينيين لحد المرحلة دي مش قادرين يستوعبوا اللي بيحصل تأسيم إيه ودولتين إيه أنتوا شاربين حاجة؟ بالرغم من أي حاجة حصلت إلا أن الأمم المتحدة أقرت بتأسيم الدولتين وأصدرت قرار دولي بكده وبالرغم من أن التأسيمة وقتها كانت 55% للصهينة و45% للفلسطين بس تمام هنفوت فكرة أنهم محتلين وحرمية وسرقين الأرض وبيهجروا أهلها وهنبص على القانون اللي الأمم المتحدة حطيته اللي بموجبه الفلسطينيين ليهم نص الأرض؟ السؤال بقى هل الصهينة حتى التزموا بالكلام ده؟ الإجابة طبعا لا اليهود طول عمرهم بينقودوا العهود والمواسيق بعد قرار التأسيم بسنة واحدة الصهينة هجروا مئات الألاف من الفلسطينيين وأجبروهم على أنهم يسيبوا بيوتهم فيما عرف باسم النكبة وفي الفترة ما بين 1947 ل 1948 أكتر من 750 ألف فلسطيني نزحوا من مدنهم وبيوتهم وتم ترضهم لكن في شهر مايو من نفس السنة قامت حرب بين الدول العربية متمثلة في فلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان والسعودية والعراق ضد الكيان الصهيوني وأعوانه لكن للأسف الكيان الصهيوني خلال الحرب قدر أنه يسيطر على الأراضي اللي أعلنت عنها الأمم المتحدة في قرار التأسيم وفوقيها حتى كمان بعد سنة 48 بقى هل الصهيوني توقفوا في الإجرام لحد كده؟ برضو لا الجزء الجنوبي من فلسطين واللي الأمم المتحدة أقرت بالقانون إنه بتاع فلسطين واللي كان بيمثل حوالي نص الأراضي الفلسطينية الصهيوني دخلوه وهجروا كل السكان اللي فيه وكانوا بيرتكبوا فيه مذابح حرفيا اليهود هجموا أهالي 247 مدينة وقرية فلسطينية وهجروا كل سكانهم وحبسوهم في قطاع غزة اللي مساحته 365 كم مربع واللي بيمثل 1% فقط من مساحة فلسطين كلها علشان يتحول قطاع غزة لواحد من أكتر الأماكن في العالم كسافة سكانية وفي النهاية بقى أكتر من 78% من مساحة فلسطين تحت سيطرة الصهينة وأصبحت فلسطين عبارة عن قطعتين منفصلين مفيش أي حاجة بتوصل بينهم وبين بعضهم قطاع غزة المجاور لمصر والضفة الغربية اللي فيها القدس المجاورة للأردن واللي مع بعض بيمثلوا 22% فقط من مساحة فلسطيني الكاملة منظمة التحرير الفلسطينية تم إنشاءها سنة 1964 ميلادية في مؤتمر القمة العربي الأول وكان الهدف من إنشاءها إن يبقى فيه كيان رسمي بيعبر عن إرادة شعب فلسطين وبيطالب بالحقوق وبيتواصل مع المجتمعات الدولية وسنة 1988 تم الإعلان بإن المنظمة دي هي الحكومة الفلسطينية وإن غزة والضفة الغربية يعتبروا دولة واحدة والدولة دي اسمها الدولة الفلسطينية والأمم المتحدة اعترفت بالكلام ده وسنة 1993 في واشنطن اتعمل اتفاقية اسمها اتفاقية أصله حضر فيها الرئيس الفلسطيني وقتها ياسر عرفات والرئيس الأمريكي وقتها بيل كلينتون ورئيس وزراء الصهينة إسحاق رابين والصهينة نفسهم مضوا على إن فلسطين تبقى دولة زاد سيادة وبغض النظر عن أبعاد اتفاقية أصله وهل هي حاجة كويسة ولا لأ اللي يهمنا دلوقتي من الموضوع إن المجتمع الغربي اعترف بإن غزة والضفة الغربية دولة اسمها فلسطين إيه الشاهد من الكلام ده؟ الشاهد إن أي دولة زاد سيادة وفقا للقوانين الدولية من حقها تأمن حدودها وتعيش بسلام وما فيش حد يعتدي عليها الصهينة بيدخلوا الأراضي الفلسطينية اللي الأمم المتحدة قالت إنها بتاعت دولة فلسطين وبيضربوا أهلها وبيهجروهم من بيودهم وبيعملوا الكلام ده من غير ما حد ييجي جنبهم هم اللي دايما بيبدأوا فلما تيجي المقامة الفلسطينية ترد عليهم وتدافع عن أرضها واللي بالمناسبة من حقهم بالقانون لأنهم دولة زاد سيادة باعتراف الأمم المتحدة تلاقي المجتمع الدولي كله بيصفهم بالإرهاب فاحنا بنقول لا الإرهابي هو اللي بيعتدي على دولة وبيبلطج على أهلها وبيهجرهم من بيوتهم يعني حتى بالورقة والألم وبالقوانين الدولية الصهينة هم اللي إرهابين وأحداث حي الشيخ جراحل اللي كلنا حضرناها من كام سنة أكبر مثال على ده حي فلسطيني الصهينة صحي في يوم ورحوا طردين أهله وقالوا لهم معلش إحنا لسه فاكرين دلوقتي إن أجدادنا اشتروا الأرض بتاعتكم دي من جمعية يهودية والأرض دي تلزمنا أجدادكم مين يا حبيبي أنتو أصلا الدولة بتاعتكم عمرها سبعين سنة على بعضيها يعني أجدادنا اللي عايشين دلوقتي ربنا يديهم البركة في العمر عمرهم أكبر من دولتكم لكن برغم من كده الصهينة دخلوا حي الشيخ جراح تحت مرأة ومسمع المجتمع الدولي كله وارتكبوا هناك أبشع الانتهاكات ضد السكان وخدوا بالك والصهينة عملوا الكلام ده من غير ما يبقى فيه مقاومة بتضربهم ولا بتجر شكلهم زي ما بعض الناس بيقول النهاردة فيا شباب ما تخلوش حد يدحك عليكم الصهينة ما بيدربوش إخواتنا في فلسطين علشان المقاومة ضربتهم وجرد شكلهم الصهينة عندهم مخطط بينفزوه وهدفهم منه إنهم يقتلوا كل الفلسطينيين أو يطردوهم من أرضهم علشان يغدوها كلها لنفسهم بل بالعكس المقاومة الفلسطينية هي اللي معرقلة الخطط بتاعة الصهينة ولولا المقاومة كان زمان الصهينة اكتاحوا قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وهجروا كل اللي فيهم من زمان المقاومة هي تطور الطبيعي لناس بيحاولوا يدفعوا عن أرضهم اللي الأمم المتحدة قالوا لهم دي أرضكم اللي كان المجرم ده استباح الأراضي الفلسطينية من أيام 48 واللي مشجعهم على كده هو الدعم الغربي المجرم والسكوت العربي والإسلامي المغزي ومن وقتها والحد النهاردة والصراع عمال يزيد وبيرتكبوا أبشع الانتهاكات ومحدش بيوقفهم وعملين يديقوا على أهل فلسطين ويخرجوهم من بيوتهم وخريطة فلسطين عملة تصغر يوم بعد يوم وبعد ما كانت الأرض كلها ملكهم بقوا عايشين بس في المساحة الصغيرة دي والشعب الفلسطيني خلال العقود اللي فاتت مر بأوقات وأحداث في غاية الأسى انتهاكات حرب 56 وحرب 67 مجزرة صبرة وشتيلة انتفاضة الأقصى اللي استشهد فيها محمد الدرة معركة جنين مجزرة غزة 2008 أحداث حي الشيخ جراح وآخر انتهاكاتهم قصف المستشفى المعمداني في غزة وخلال أسبوعين من شهر أكتوبر ارتفع عدد الضحايا في غزة لأكتر من 3200 قتيل وأكتر من 12 ألف جريح أغلبيتهم من الأطفال والنساء ووزارة الصحة الفلسطينية قدرت عدد الضحايا الأطفال بحوالي 2000 طفل في واحدة من أبشع جرائم الحرب على الإطلاق والصهينة المجرمين بعد المجازر دي رايحين مقضينها صعبانيات في الإعلام الأوروبي على أساس أن فلسطين يعني هما اللي مجرمين والإسرائيلين الطيبين هما اللي معتدى عليهم لكن إن شاء الله هيجي يوم وتتطهر فلسطين من الصهينة وترجع الأرض حرة لأهلها والحقيقة اللي يتأمل في تاريخ القضية الفلسطينية هيدرك إن المجتمع الدولي وأوروبا والغرب عموما عمرهم ما يحلوا مشكلة بتواجه العرب والمسلمين فكرة إن إحنا نستنى إن هما اللي يحلوا فكرة في غاية العبس الناس دي هي أصلا اللي خلت اليهود ياخدوا فلسطين حل إيه اللي بتدوروا عليه عندهم وعلشان كده حل القضية دي لازم يكون بإيدينا إحنا بيد الشعب الفلسطيني وإخوانهم من العرب والمسلمين والحل هنا مش مقصود به إن الكيان يوقف طرب وانتهاكات الحل إن الكيان يضطرط طردة الكلاب من فلسطين لأنها مش أرضهم ولا عمرها كانت أرضهم وفي النهاية أحب أنوه على موضوع المقاطعة اللي ناس كتير دلوقتي بدأت تسفه منه المقاطعة شعب سلاح قوي جدا بشكل لا تتخيلوه إحنا دلوقتي عايشين في عصر الرأس مالي من الدرجة الأولى أكتر حاجة بتوجع هي الفلوس والمقاطعة كفيلة إنها تجبر مؤسسات بل ودول كاملة إنها تبطل دعمهم للكيان المجرم ده لمجرد بس إنهم ما يخسروش فلوسهم هم أساسا ما بيتبطبوش عليهم إلا علشان فلوس اليهود ده غير إن المقاطعة بتلفت انتباه الشعوب اللي برا وبتخليهم هم كمان ينتبهوا للقضية الفلسطينية ويعرفوا إن الحكومات بتاعتهم حكومات مجرمة ده غير إنك ما ينفعش تاخد فلوسك تبديها الواحد بيدعم بيها الصهينة علشان يضربوا إخوانك في غزة وفلسطين وعلشان كده المرة الجاية لتنزل تشتري فيها طلبات البيت قبل ما تاخد أي منتج اتأكد الشركة المصنعة ليه بتدعم الاحتلال ولا لأ ولو بتدعموا استبدلوا بمنتج تاني عربي ما بيدعمهمش ولو ما كانش ليه بديل طز يتحرق البديل مش لازم يكون عندنا هوس بإيجاد البديل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه تطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فمحدش فيكو يستهون بوجبه تجاه إخوانه من العرب والمسلمين وفي النهاية أتمنى أن يكون لخصنا الأحداث وفهمناكم الموضوع من طاطق لسلام عليكم وما تنسوش تتفرجوا على الحلقة اللي هتنزل قريب بعنوان الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية سلام